لا يختلف اثنان على أن السياسات التي انتهجتها وتنتهجها الحكومات المتعاقبة في العراق منذ عام 2003 وإلى الآن وخاصة تلك المتعلقة بالشأن الاقتصادي تسببت في أن يتصدر العراق الإحصائيات الدولية كأسوأ بلدان العالم سياسة الاعتماد على برامج الخصخصة والإنفاق الباهض على الحروب والعمليات العسكرية من ضمن الأسباب التي أدت إلى استفحال ظاهرة البطالة في العراق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حذرت في تقرير لها بشأن الباحثين عن العمل في العراق من تزايد أعداد العاطلين عادة إياها بالظاهرة المقرقة حيث بلغت فيه نسبة البطالة من شريحة الشباب وفقا لصندوق النقد الدولي أكثر من 40% المفروض لو الدولة هي توفر لفرص العمل أما القطاع الخاص الدولة يعني موقفة تعيينات لأكثر من سنة وكذلك القطاع الخاص يعني متوقف تقيبا وأصاب الشلال الدام فالخريجين فعلا يعني يعانون ما كون فرص عملنا يأتي هذا في وقت كشف فيه المستشار السابق لشؤون الاستثمار في رئاسة الوزراء ثائر الفيلي عن نسبة البطالة بين خريجي الجامعات والتي قدرها بنحو 90% عازيا ذلك إلى فوضى التخطيط ومؤكدا أن العراق هو البلد الوحيد في العالم الذي لا يخطط ابتداء للتخصصات العلمية في الجامعة وصار لهم أربع سنين جيب الفايل وبد الفايل كش ماكو وناس تعبانوا هاي الوضع يا مال شبابنا لا شغول ولا عمل ما ألف دينار محد ما يحصل وخلص تقرير الوكالة إلى أن من واجب الحكومة في بغداد بناء منظومة قوانين تدعم العاملين في القطاع الخاص وتوفر لهم بيئة تمكينية فيها ضمان اجتماعي فضلا عن مرتبات معاشية ومحفزات مالية وسكن ملائم للعيش الكريم وهما سيساعد وفقا للوكالة الأمريكية في تحجيم التداعيات السلبية للبطالة ويقلص من حدودها المتنامية